السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيقكم شباب معكم سارة واطف زملتكم في الامتياز كل سنة ومتطيبين ان شاء الله دلوقتي هنالكلم على محاضرة الكروسيفز هي محاضرة كبيرة شوية ولكن ما تقلقوش منها هي الدكتورة اكدت على كام حاجة كده في المحاضرة فهنشرح المحاضرة مع بعض ونأكد برضو عن نفس الحاجات الدكتورة اكدت عليها عشان لو جي فيها اسئلة او حاجة نبدأ باسم الله الرحمن بالنسبة للدفنيشين يعني الكروسيفز هي المواد الكوية او المواد الاكال يعني لو حاجة المادة لو جت على اي تجو او حاجة هتعمل له دستركشن سواء على مستوى الى المستوى الى استولوج كاله معنى كده انها تأثر على الاناتومية هتأثر كمعنى الى استولوج تمام فأي حاجة هي هتبقى مع كنتكت معها هتعمل لها ايه هتعمل لها دستركشن تمام الاميني كده كده الكلام ده هنتكلم عليه بالتفاصيل بعد كده ولكن اللي ميني في اللي سلايد دي إن أنا سألك سؤال مين عرض قوي للكروسيفز برافو زي ما قلت لك قلت قول أطفال لأن سهل جدا أو كتير قوي في البيوت المصرية مثلا يبقى في كلور أو في بطاس والأم عندها إزازة لبن قديمة وإزازة بيبسي قديمة حتى فيها الحاجات بقى ورد بيصحف لقيها أم شربها تمام فسهل له كتير قوي موجودة في البيوت المصرية طيب فبالتالي هو بيقول لك نصحة هنا المفروض إن الحاجات تبقى موجودة في البيوت عشان خاطر لو ده قدر الله حصل ما يتعملش نفس التأثير بتاعت الحاجات لو بهاي كونسنتريشن وتاني حاجة إنها تبقى إيه إذا حاجات مش أي كونتينر أو أزاز أو حاجة مش الأطفال يعرفوا يفتحها بسهولة طيب يعني معنى كده إن المود أو المود اللي ممكن يحصل بإيه أكسبوه جرينة هو الأكسيدانتل إن يحصل إيه حادثة طفل لها زي تشربها طيب بالنسبة للمود الثانية بقى معنى أصحي سؤالك تقصد إيه أقصده لكبار عردل حاجة شبه كده أو عردل ولكن مش قامل إن أنت تشوفها هو أنا ممكن نشوفها سوي صعيدة إن حدي ينتحر بيها أو موجودة ولكنها مش قامل نظرا لإيه نظر الحاجات دي very 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 painful فأكيد واحد يعني مش في آخر لحظة ليه هيقعد يعزب نفسه طيب ممكن نشوفها هوموسايدل إن حدي موت حدي بيها لأ دي ما نشوفهاش خالص ليه لإن الحاجات دي متميزة أوي بالكاركترستيك قدر بتاعتها لها رحة مميزة جدا الفنيك الخل الميت النار الحاجات دي كلها رحة مميزة فأكيد مش شخص غبي يعني إنه عاي يستخدم حاجة يموت بيها حد يسممه بحاجة لها رحة مميزة الشخص اللي قدامه يلقطها يعني تمام فدي حاجة الدكتورة برضو من الحاجات اللي قالتها في المحاضرة ولكن accidental الاطفاء دي اهم كلمتين في اللسلات بتاعتنا طيب الclassification حاجة مهمة جدا 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 هنعرف تلات حاجات كمان شوي الclassification وكمان عنوانين هنأكد عليهم والدكتورة يعني بصي أكدت عليهم طول المحاضرة جدا الclassification والله بنسبة الكروسي في حاجة من اثنين إما تبقى حمض إما تبقى قلوي لو حمض أسد لو قلوي حاجة اسمها ألكلي الألكلي مني عندي مني نوعين إما الهايدروكسيدات إما المبيضات إما البليتشز وهنتكلم على أمثلة لكل واحد ده بنسبة للأسد حاجة إما عضوية إما غير عضوية إما أورجانيك إما أورجانيك نبدأ أول حاجة بالنسبة للألكلي نسألة من شوية إما هيدروكسيدات الهايدروكسيد الهايدروكسيد دي إما السوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد أمونيوم هيدروكسيد مين اللي عرفوا فيها؟ نعرف فيها واحدة اللي هي السوديوم هيدروكسيد اللي هي الكاستيك سودة او السودة الكوي كلنا عارفنا ده بالنسبة للبليتشز او المبيضات عندي حاجة اسمها السوديوم هيبر كلورايد والبوتاسيوم كربونات وهنا بقى نعرفهم الاثنين السوديوم هيبر كلورايد اللو هو الكولوركس او الكولور والبوتاسيوم كربونات اللو هو البوتاش او اللو هو البوتاس تمام؟ أكيد كلنا عارفينهم طيب بيقولك القلك اللي عشان خاطر يبدأ يعمل ديستركشن في التشو اللي موجود قدامه البيئتش بتاعته تبقى ازيد من حداشر. تمام? عشان كده كمان شوي. لما اجي اقول لك الاسد. الاسد عشان يعمل ديشو دوستركشن او ديشو انجوري. البيئتش بتاعته تبقى قل من ثلاتة. تمام? ودي ممكن تجي امسي كيو. الاالكال يبقى ازيد من حداشر والاسد يبقى قل من كم? اقل من ثلاثة? وطبعا مش محتاجة اقول ان كل ما البيئتش زاتت عن الاحضاشر بتكلم في مورد وكلما البيئةاشةقلت عن ثلاثة بأنا اكيد بتكلم في تمام? الاسد التفاقن هاي بالتاني. اما عضوية اما غير عضوية هاجة اسمها الانورجانيك. زي يمين? اللي هو الا الجفل الكابراليك هاي دروكلميك اصد والنايتريك اصد الطبعا الفورك اسد اللي هو الحمد الكابراليك اللي هو ميت النار. الهايدروكلوريك اصد حمد الهيدروكلميك اللي هو موجود اصلا ه constante ان موجود في مائداتنا وهنتكلم مرحوظة الحيطة دي كمان شوية. النيتريك قصت حمض النيتريك. دي نسبة الارجانيك الحاجات العضوية. الحاجات الوضعية زي مين? الكربوليك اسيد والاكسيتيك اسيد. طبعا مش محتاجة اقول لك الكربوليك اسيد اللي هو الفينول او الفينيك. الاجزيتيك اسيد هنتكلم عليه والاسيتيك اسيد طبعا اللي هو اي حمض الخليك اللي بتعمل منه منه الخل. طيب. آآ ملحوظة مهمة جدا برضه من الحاجات اللي ممكن دي جي اسئلة مقدار مقدار الانجري اللي ممكن يعمله الكروسف على التشو يتحدد اكوردينج للاربع حاجات نحفظهم زي اسامين اول حاجة المد المد او المد التشو او الكروسف لمس او كان مع التشو ده المد طبعا مش هنتاج اقول انه كل ما تزادت كل ما زادت رقم من اتنين الكمية الفوليوم مش هنقرن طبعا طفل كان قدامه ازازة فيها كولورش ربق لا اطعم وحش امراميها بعين الامسف في الازازة كلها فالكمية مهمة رقم تلاتة الحمضية البيئتش لاستقيلة من شوية الحاجات القلوية كل ما البيئتش زادت عن 11 كل ما خاف كل ما البيئتش قلت عن 3 كل ما خاف تاني اخر حاجة النوع او الطيب او الاباليتي او سابسا توبنتريت التشو يعني كل ما المد دي تبقى ليه عندها القدرة انها تعمل التشو اكتر بمعنى صح انها تعمل التشو اكتر معنى كده ان انا خاف اكتر وده واقع الطيب يقصد بها مين انا بتكلم في الكالي ولا في اسد هي هتفرق طبعا هتفرق وهنتكلم عليها في الميكانيزم كمان شوية الميكانيزم هو في التوكسيستي مهمة جدا 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 الميكاني الكروسي في تعمل توكسيستي ازاي ولاها عندك حين من اثنين اما لوكال اكشن اما سيستيميك اكشن طب بالنسبة لو سألتك سؤال كده هو اللوجيك بالنسبة لك انها تعمل لوكال ولا تعمل سيستيميك بصد بط انها تعمل لوكال بقولك عيل شرب فnalغل عيل شربها بالتالة تعمل ايه تأثير على جيوة ايه شوية يدخله في الريصبية الريكتر شوية يقع له جلده يعمله اسكين مانفستيشن شوية يترتش slammed فاكيد اللوجيك ان الحاجات دي تعمل لوكال مانفستيشن ولكن مش اللوجيك انها تعمل سيستيميك مانفستيشن معنا كده انها ما بتعملش إلا فيه إكسبشن وحيد هو اللي ممكن يعمل سيستميك مانفستيشن نبدأ باللوكل مانفستيشن اللوكل بتعمل مكان ما حصل الأكسبوجر مكان ما حصل الأكسبوجر طيب معلش فاهميني بالراحة الحاجات دي اللي أصلا تعمل 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 بالراحة بقى أول حاجة أنا عندي على حسب أنا بتكلم في ألكل ولا أسد هي تفرق؟ طبعا تفرق أو أنا أخاف أكتر لو هي ألكل ولا أسد فكر مع نفسك كده شوية برافو لو هي ألكلي ليه؟ لأن على حسب نوع النكروزيس هما كده كده اللي اتنين هيعملوا نكروزيس كده كده مع الأكتشو اللي هيعملوا كونتاكت معاه هيموته هيعملونه نكروزيس ولكن الفرق أن الألكلي بيعمل حاجة أسماءه يعني إلي إكوي فيفاكتف؟ لكوي فيفاكتف أو لكويفاكتشن التشو بتسيح حرفيا معنى كده أن أنا بتكلم في ألسر ديب 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 بتكلم في بنتريشن في بيرفريشن بتكلم في كوارث على عكس مين الاسد الاسد اكيد برضو بيعمل نكروزيس بيخلي التشو تموت ولكن هو بيموت تبير حاجة زي بيض البيت كده حاجة اسمها كواجيلم او حاجة اسمها كواجيولاتف نكروزيس بتموت التشو ولكن مشكلة ان قصد الفكرة او الحاجة الكويسة ان الكواجيلم تبير لما بيبقى موجود على التشو بيمنع الديب بنتريشن فارحم كتير من الالكلي فمن الاخر الالكيلي بيعمل حاجة زي ما له ودي حاجة سيئة جدا والاسد بيعمل حاجة اسمها ايه كواجيولاتف نكروزيس ودي حاجة ايه لحد ما افضل من الالكلي تاني حاجة 間Aw إنها بتعمل وتفقدنا ان دي مش القاعدة مش القاعدة ان الكروس بتعمل حاجة سيستميك تفقدنا ان فيه إكسيبشن ومين بقى الاكسيبشن الواحد اللي ممكن يعمل سيستيميك منيفيستيشن الاريجانيك أسيت ال需ofلوق الجربالك والأجزاليك والأسيتك أسيت الكرينيكي منفيستيشن الكرينيكي منفيستيشن حسب الميكانيزم والله هي لوكن ولا سيستيميك اصلها لو لوكن السائلة من شوية هتدخل على الج Sleep ممكن شوية يدخله في الروسستيل شوية يترتشه على عينه وشوية على جلده فجhléeati ورينيكي راتي يا اما munس Очень مع من الري certain مع الأورجانيك أسيت زيباس نبدأ باسم الله الرحمن الحين في الجسررتائي هيحصل في ايه دخلت الجائتي فالواد هيصرخ من الوجع سيفير بيرنينج بين موجود فين اللبس الماوس السوروت الوسوفيكا سلسطومك اي حتة بقى في كونتكت معها هيعمل لها ايه سيفير بيرنينج بين ما عادة مش هقولها دلوقتي لانه هننجيلها كمان شوية كله بيعمل سيفير بيرنينج بين ما عادة حاجة واحدة بسي هنقولها كمان شوية هي الوحيدة اللي ممكن هتعمل بين في الاول وبعد كده البين هيبدأ يختفي طيب بعد كده باتكلم في ايه باتكلم في ايديما اورو فارينجيال ايديما وبيرنزل حاجات تعمل ايه عادي كده ان الودي يكون شرب بطاسه وكمان شوية يكون بيأكل اكيد لا يعمل له تسفاجية وايدونه فاجئة طبعا تسفاجية الدكتورة سألتها في المحاضرة يعني ايدي تسفاجية يعني ايدي في كالتسوالوين وايدونه فاجئة يعني ايه بين فول وسوالوين كمان شوية بكلنا فاكيد باكتب في ابدومين البين ونوزية وفاضل حكتم بقولها في الاعراض دي اللي هي الباو الموشنز سواء ضيارية او كونستيبيشن والفوميتين الفوميتين موجود اكيد الفوميتين موجود طب بالنسبة لي الموشنز والله هي بيحصل كونستيبيشن واللدرية على حسن والله لو هو اخد اسد هيعمل كونستيبيشن لو اخد الكالي هيعمل ضيارية ودي من الحاجات اللي الدكتورة قالت اكدت علىها في المحاضرة فممكن تيجي امسي كيو طب بالنسبة للسيفير فوميتين طبعا انت واخد مرة مادة ايرتان تكيدا عملا تعمل ايرتان تقول ما هي ماشى فطبيعا ان يحصل فوميتين بيقولك بس ملحوصة صغيرة كده ان في الاول لو الواكل ولا حاجة هيعمل فوميتين اللي موجود كمان شوية مش هيبقى موجود الكلام ده هتبدأ تاكل الميكوز ويحصل بليدين البلد اللي هينزل ده هيتفاعل مع الاسد او مع الالكال اللي الولد واخده فيكون حاجة اسمها هيمتيين لو الالكال هيبقى اسمها الكلين هيمتيين ولو اسد هيبقى اسمها اسمها اسد هيمتيين ودعوه بانه بلد فاكيد كله ايه بيرجع بلد حاجة اسمها هيمتيمسيز تمام الخلاصة في الشريحة دي اول حاجة سيفير برنينج بين موجودة في كله اكسبشن واحد بس هنقوله رقم اتنين ادينوفاجيا وديسفاجيا رقم ثلاثة ابدون من البين ونوزيا رقم اربعة سيفير فوميتنج ورقم خمسة كونستبيشان مع الاسد ودايريا مع مين مع الالكيني طيب جينا بعد كده قالك ايه انا الموضوع في سيفيرتي متدرجة يعني مش العيل اللي خد بو زي العيل اللي شري بالاساسة كاملة معنى كده ان انا عندي جريدنج هتعملي جريدنج اكوردنج ليه اكوردنج للمنظور هدخل بالمنظور واشوف الليفل بتاعة وصل لايه وساعت تعمل الجريدنج دخلت بالمنظور او بالاندوسكوب الاندوسكوبك فيجوليزيشن وبعملت الجريدنج نبص بقى مع بعض كده اول صورة معنا دي الميكوزة زي الفول طبعية فانا انا ما دخلت وابصيت لقيت الميكوزة طبعية ده اسمه جريد زير نورمل رقم اتنين ببص لقيت ايه لقيت شايفين اللواء البيض ده لقيت فيه ايديمة او يعني الميكوزة بدأت تحمر شوية او بدأت تبدأ هديمة هديمة دي حاسمها جريد وان ولكن لحد دلوقتي ما فيش ريسك خارلس ان يحصل استريكشر او يحصل فيبروزيس طب رقم ثلاثة شايفين المنظر ده بدأ يحصل ايه بدأ يحصل والله على حسب الالسيريشن دي سوبرفيشل ولا ديب اصلا لسوبرفيشل هسميها جريد تو اي لو هي ديب هسميها جريد تو بي ومن اول هنا بدأ خاف هبدأ تخاف ليه اصلا من اول هنا مدام فيه هتهيل بفيبروزيس باتكلم في حلو طب جريد بقى اخر جريد معانا شايفين المنظر ده اللي هو المنظر اللي في الاخر ده ده نيكروزيس شايفين التشلز عاملة ازاي طيب والله على حسب بقى النيكروزيس ده اماكن صغيرة وسكترت متفرقة كده ولا اماكن بقى سيفير نيكروزيس الاسوفيجاس كله حرفيا متاكل فلو هو سكترت بسميها لو سيفير نيكروزيس او اكستنسيف بسميها فالجريدنج بسرعة اكوردنج الاندوسكوب قلت جريد زيرو ليه نورمال جريد وان اديم او هايبريميا جريد تو حصل سوبرفيشل ولا ديب وفي الكلتا الحالتين انا خايف من الرسك بتاع الستركتشر طيب جريد تلاتة حصل نيكروزيس والله حسب تبقى ايه ولو اكستنسيف تبقى ايه تبقى بيه نعايل بلع مادة كاوية لا ما هابل راحة بقى ما هو ممكن المادة الكاوية دي اصلا مادة من اللي هي عارفين اللي اللي بتطلع بخار فممكن يحصل بتطلع بخار او حاجة شمه زي مين برافو زي الكوليرين او الامونيا الكوليرين ده لقصة مفيش دكتور هيدخل يشرح محاضرة كمان شوية ان شاء الله اللي الكولوسف غير ما لازم يتكلم على الكوليرين ليلة العيد ارضية الحمام طبعا عايزة تنضفة هتقوم بخلطة ايه فلاش وكلور الفلاش اللي هو البطاس تخلطهم وتسيبهم يتفاعلوا مع بعض كده عشان خطر تحصل تبقى النتيجة بتاعت النظافة كويسة ما شاء الله فتخلطهم على الاتنين نتيجة التفاعل العظيم ده كما تسمى الكوليرين غاز تدخل بقى وتقفل عن نفسها الحمام عشان ما هنتشمل عالية تدخل وراها كمان شوية تبصي اما ده خارجة مخنوقة مش قادرة تاخد نفسها اما اصلا هي واقعت على الارض الحمام تمام فالمهم اما وطبعا ما ننساش قصة مين قصة غاز الكوليرين مهمة جدا ولو كان عندكم شافة تأكيد هتتسئل على الحتة ديك ورقم اثنين يعني مثلا يعني احنا نسألين من شوية ان الطبعا مادة فأكيد يحصل ممكن ان هو طبعا عمال يرجع يرجع يحصل ايه يحصل اصبيريشن طيب المادة دي بقى هتأثر على الارض الحمام ازاي على حسب ابر ريزبيراتوري ولا ديب ريزبيراتوري والله هنا ولا بتكلم على الارض الحمام عندنا بخاف من حتتين مهمين قوي الايه والايه الابجلوتس واللارينكس الابجلوتس بتكلم في ابجلوتايتس اند ابجلوتك اديما وطبعا انا بتكلم في ديسترايد مش قادر ياخد نفس وتمام لان الابرس باترتكت لو حصل فيه اوبستركشن باديما خلاص انا بتكلم في حالة فيري 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 سيفير طيب ده بالنسبة لو اتكلم في الابرس بيراتوري لو بتكلم في الوار ريزبيراتوري اللي هو مين اللي انا بتكلم في اللونج يبقى انا بتكلم في حالة نيمونايتس عند ايه ان بالمونر اديما فالقلاصة من البتاع دي انا عايزك ايه تركز في دماغك حاجة اسمها لارينجي الاديما اندق بجلوتايتس وبجلوتك اديما مهمين جدا 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 لانها مرحلة خطيرة جدا طيب ندخل بعد كده على مين على العين لو فيه جات على عينه والله ايه التأثير اللي يحصل على حسب انا بتكلم في اسد ولا في الكالي سؤال قبل منبص اخاف من مين اكتر من الاسد ولا من الالكالي برافو اخد رعب من الالكالي لان الالكالي بيعمل فبتكلم في ايه في الاول هيحصل كراتيس وبعد كده هيحصل ويحصل والموضوع هينتهي في الاخر بلايندنس على عكس الاسد هو برضه هيحصل ولكن المادة اللي بتتكون دي بتمنع فبترعبش زي مين زي في الالكالي هيحصل كأن واحد ايده تلاس عاد الاول هيبقى فيه وريدنس وطبعا ممكن على حسب بتاع البرن ممكن يبقى الموضوع مجرد وممكن الموضوع يبقى سيفير لدرجة انه عمل فول سيكنس بيرن طبعا هيبقى موجود فين البرن على اللبز على التشيكس على التشين على النك على وقع على ايده على صابعه وبيشرب كده يعني تمام شايفين معنا الرسمة دي اول الرسمة دي منظر ايه بيقولها كورنيا شايفين ده كيميكال بيرن على الاسكين واخر حاجة ده شايفين على التونج المنطقة الهيبريمية الحامرة دي ودي هيسمها ايه تونج بيرن طيب ميكانيزمة اف الدس ليه حد ياخد كروس يموت بايه اول حاجة للدكتورة جمعيت هبحاجة اسمها ساد في اس ساد بي اس الاس شوك ال اي اسفكسيا ال دي دي لي الدس ال بي بيرتونايتس والاس طبعا انا محتاجة تكلم عليها لا لانها بتحصل مع مين مع الارجانيك والارجانيك كده كده هنتكلم عليهم فنعرف كمان شوية كل ارجانيك اسد بيموت بيعمل سيستيميك بتاعه ازاي نبدأ كل واحدة بروح اول حاجة الشوك ليه بتاع الكروس يدخل في شوك عندنا العين معشورين جدا من الشوك واحد اسمها نيوروجينيك شوك واحد اسمها هايبوفوليميك شوك هو يدخل ليه في نيوروجينيك شوك برافو سيبير بين سيبير بين يعمل نيوروجينيك شوك طب بالنسبة ليه يدخل في هايبوفوليميك شوك برافو انت عملت تعمل ديستركشن في التشيز ديستركشن في التشيز وإديمة طب خلاص المية كلها بتقل في جسمه فيحصل ايه فيحصل دي هيدريشن ينتهي الموضوع بهايبوفوليميك شوك طيب ندخل في الأسفكسيا ليه يدخل في أسفكسيا برافو لسه إليم من شوية ايه لارينجيا الإديمة كلمة السر لارينجيا الإديمة وطبعا مع إيه بقى السترايدور والديزنيا والتشوكينج والحاجات دي كلها طيب بعد كده عندنا بروتونايتس وليه يحصل بروتونايتس بسبب بفوريشن وخاصة مع مين برافو خاصة مع الألكال مع الألكال يحصل برفوريشن يعمل الموضوع ينتهي بروتونايتس طيب ديليد ديس بعد كده حالته تبقى دلوقتي كويسة بعد كده ممكن يموت بعد متأخر بإيه رينال فيلير وهنعرف لي كمان شوية وآخر حاجة السيستيميكوس أول حاجة الشوك قلت لك حاملتني إما نيروجونك بسبب السيفير بني إما هيبوفوليمك شوك بسبب مين الديهيدريشن كويس جدا الاسفكسيا بسبب مين برافو بسبب التشوكينج اللي من نتيجة الأكيود إديمة ولكن هنا بيقول لك بسبب إيه الكاشيكسيا والإمسيشن فروم الكورينيك استربيشن ده واحد مثلا حصل له ففي ديسفاجة ما بقاش يأكل فبالتالي فاتكلم في الكورينيك استربيشن الموضوع بقى إيه جلد على عظم الكاشيكسيا وإيه ويموت طيب السيستيميكوس برافو بتحصل مع مين مع الجورانيك أسيد الميكانيزم في الدسم مهمة جدا 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 وتعرف كل واحدة بتحصل ليه الدياجنوزس والله إحنا مش هنخترع هنا ودياجنوزس بتاع أي حاجة فنتطبع براعا ثلاث حاجات في أول حاجة الهيستوري اللي هو يتمثل في الأم الأم هتيجي تقول لك ده الوقت شرب من إزازة نكوت تحطى فيها بطوص تمام ده بالنسبة لهيستوري رقم اتنين الهيستوري هتبص هتلاقي الكاركتريستيك كلينيكال فايندينج على هتلاقي بقه حروق على بقه حروق على عينه تفتح بقه تلاقي حروق خلاص دي حاجة كاركتريستيك انه فعلا بلع مات تكاوية طيب بعد كده إفلويشن أوفو البلات بي اتش البي اتش تفرق معايا طبعا عشان عارف واخات أسيد ولا ألك لي بالحاجات الجنرال التانية البلات جروبينج والهوموغلبين والإلكتوراليات والحاجات دي كلها خلي بالك من حاجة مهمة ان انت لازم تعمل تصوير ريديوغرافة على الشيست وعلى الابدومن طيب الابدومن وفي انتهى لأنه كده كده أصلا بلع وجاءتي طبع الشيست ليه بروف ولسه إلا من شوية من كمان شوية انه أصلا بيدخل على الريسبيراترو هي من نيمونيا ونرينجيا القديمة والحوارات دي كلها طيب لو أنا هختار ما بين الـ X-ray وما بين الـ CT أختار الـ CT طبعا لأنه أفضل من الـ X-ray آخر حاجة وأهم حاجة هي الاندوسكوب طبعا كل حاجات دي تحت منطلق الـ Investigation فإحنا برضو مخرجناش براء الكلام اللي أنا قلته الـ History والـ Examination والـ Investigation سواء بقى الـ PH والريديوغراف والإندوسكوب والحاجات دي كلها تحت منطلق الـ Investigation نتكلم عن الإندوسكوب إندوسكوب من الحاجات المهمة جدا 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 في الكروسف أول حاجة هو بيتعامل لكله لا ما بيتعاملش لكله أول حاجة هو بيتعامل للناس اللي حالتها تستدعي إنها من درجة إنها محتاجة منظور طيب أعمله في أي وقت كده لأ أنا أفضل إن الاندوسكوب يتعمل في أول 12 ساعة ما يتأخرش عن كده أو بالكتير قوي في أول 24 ساعة من الـ Investigation بتاع المادة لإنه أكتر من كده خلاص أنا بتكلم من Risk of Perfuration عالي جدا جدا أنا بتكلم في الاندوسكوب ده أو المنظور حاجة Invasive فطبيعي أن أنت دخل على حاجة أصلا متاكلة أو مهرية إنها ممكن يعمل لها Perfuration فأنا خليت الوضع أسوأ تمام فدي أهم كلمة إنه هو اختار الوقت اللي هتعمل فيه الاندوسكوب حاجة ممكن تجي MCQ إن Upper GIT اندوسكوب هو المست important indicator في وحاجة بروجنستك لسه إلا من شوية أنا لسه عاملة جريدينج عشان أعرف الحالة السيفيريتي بتاعتها عاملة إيه تمام فمن الآخر ده جنوزة سهلة جدا إن history اللي هم تيجي تقول لك ده بلع كذا examination هتلاقي إن فيه بالإجزاميشن بتاعك هتلاقي إن فيه حروق حوالين بقه أو حاجة هتبدأ investigation بتاعتك هتعمل X-ray أو CT بتاعك على الشيست وعلى الأبد منو ما تنساش من الاندوسكوب التريتمين التريتمين تهي هنا general لأي مادة كروسف تمام لما نجي نتكلم عن كل واحدة هنعرف إن كل واحدة فيها حاجة بالسفل ولكن نتكلم general اللي بنروحة أول حاجة إنت عيان جاي لك في استقبال السموم بتقول لك بلح حاجة لازم تتأكد عن الحاجات اللي مش هتموته إيه الحاجات ABCD الإيه الإروي بتاعه مفتوح ال-breathing ال-circulation وال-brow pressure وال-bulse ال-dee disability تشوف للجولاسكو كومة سكيل وتشوف هو أصلا دخل في كومة ولا لا تمام فأول حاجة في أي استقبال أصلا أنت تتأكد من ال-ABCD بتاعت العيان بعد كده ال-decontamination أنت تبدأ بقى تخلص جسمه من المادة دي طيب هي المادة دي موجودة فين والله على حسب ممكن تبقى موجودة على ال-skin وال-eye inhalation ال-GIT كل حالة فيهم مع تعامل وكده كده مش كل حالة فيهم منفصلة ممكن الطفل أصلا بلعها وحصل له أصبيرشا منها وشوية وقعوا على جلده وحوالين بقوا فالحاجات دي مش منفصلة هنتعامل معاها كلها مع بعض أول حاجة طبعا لو أنا بتكلم عن ال-skin وال-eyes أعمل إيه irrigation ثم irrigation ثم irrigation وإذا copious amount of water and or saline مية أو الصالين اللي بيبقى موجود في الاستقبال بصي تنيك irrigation أو تنيك اغسلها لحد ما تقدر ربع ساعة أو نصف ساعة متواصلة ننفعش تغسل دقتين ثلاثة وتقول خلاص جلده أو عينه لازم تغسلهم بكميات رهيبة من المية والصالين لمدة من ربع ساعة لنصف ساعة متواصلة وبعد كده حولوا بقى للدكتور المتخصص يعني مثلا لو جاء على عينه حولوا الدكتور الرمض ولكن أكيد أنت مش هيجي لك واحد واقع مادة كوية على عينه وتقول يلا نقلو عن مستشفى الرمض ومستشفى الرمض ممكن تكون بعيدة عنك شوية انقذ حياة العين انقذ عين العين دوك ممكن فعلا العين دوك تحميه من البلاينتينيس تقول حياته بسبب اللي انت اخدت بقى لك من حاجة شبه كده طيب انها ليشا مش هي حبسة نفسها بتشم الكولورين خلاص شلها من المكان اللي فيه الغاز فورا تمام وممكن تحتاج ايه اكسجين الجي اي تي بقى الجي اي تي كلمة السر فيه اعمل وما تعملش فيه حاجات تعملها وفيه حاجات ما تعملهاش واللي يهمني اكتر الحاجات اللي ما تعملهاش اكتر من اللي تعملها ممكن حاجة تعملها تدمر بيه حياته او خلاص انت اصلا انت تكون انت اللي موته ولكن ممكن حاجة تعملها كويس انت تبقى عارفها ولكن على اقل اتليست ما تضرش العيه ايه الحاجات اللي عملها بيقولك ها اسمها ديليوشنال ثيرابي اللي هو بيقولك أول ما تأخذ حاجة إيريتنت تخذ بوء صغير مية أو لبن في ناس دلوقتي بيتضدها ولكن طول ما أنا بتكلم في كمية صغيرة أو بوء صغير فأنت كويس الدكتورة قالت في المحاضرة إن بعيدا عن حتة الديليوشن أنا بحاول أخف في المادة الإيريتنت اللي في بطني ديك إن أنا بإجزامن الدسفاجية حصل فيه صعوبة في البلاو ولا لأ أصل حتة الدسفاجية دي أخف أترعب طبعا لإن أنا بتكلم في ممكن يكون حصل فيبروزيس فإن أنا بقى تديله بوء أشوفه وبس فيه حصل دسفاجية ولا لأ تمام؟ لو الطفل أنا دلوقتي معي تققق غالبا بأطفال طب لو أنا جيت أديله بوء ورفض إنه أدوله غصبة عنه إوعى لو إنت أديته له غصبة عنه معنى كده إن العين ممكن يحصل إيه ممكن يرجع منك طب إيه المشكلة؟ كارثة حاجات إوعى 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 تعملها في واحد واخد كروسيفس أول حاجة الإنديوست إميسس إوعى تخليه رجع ليه؟ سببا من الحاجات إنه لسه إلا من شوي لو الطفل رفض إوعى تخليه يخد غصبة عنه لإنه هيرجع لسببين أول سبب فيهم الحرق وهو نازل هيحرق وهو طالع الكروسيف هي نازلة وعملت تآكل بقى وعملت نيكروسوس هي نازلة وهي طلع تعمل إيه؟ هتعمل عصير أكيد طبعا هتعمل برضو إيروجينز فنفس الحكاية إوعى تخليه رجع لإنه هيعمل إيروجينز تاني رقم فأنت بتخلي الموضوع أسوأ فبتكلم في بورفوريشن الرسكة أعلى رقم اثنين الأسبيريشن نيمونيا كل ما هيرجع كل عرض أنه أكتر يحصله إيه؟ أسبيريشن إيه؟ نيمونيا رقم اثنين الفحمة لتشاركول ما تدودش ليه؟ هي أصلا فكرة الاكتيفيتو تشاركول إنه بيقلل أبزوربشن معنى كده إنه بيقلل الموتاليتي معنى كده إنها بتكلم في ديريشن الكون تكتبين المادة وما بين الميكوزة مدة أعلى ليه؟ ما انت هديت الشغل بتاع الانتستد معنى كده إن المادة ما شاء الله قعدة مدة أصول في الجائتي معنى كده أنا بكلم في ديريشن أكتر رقم ثلاثة يعني إيه؟ التعادل إن لو واحد واخد أسد أديله ألكلي ولو واحد واخد ألكلي أديله أسد هذه دي كارثة وحاجة يعقب على القانون إنت عارفين يعني إيه تفاعل حامض معك؟ خلا ويبيعمل إيه؟ حرارة وغيز حرارة يعني إيه بكلم في ديريشن أكتر كارثة رقم ثلاثة لكسريتك سيليها الملينات طب انت لسا هنا من شوية اللي تشاركوا عشان بيقلل الموتيلتي هنا برضو عشان إيه؟ بيزود الموتيلتي طب إزاي بقى؟ مثل ما بتزود الموتيلتي انت بتاخد المادة بتقول لها يلا تفضلي امشي في الجائتي زي ما انت عايز انت حرقتي لي للصطمك طب يلا كمليلي بقى على السموة والأنتستن والأنتستن نعملي لهم ديستركشن فلا طبعا دا ما ينفعش بعد كده الجاستر كلافواج غسيل المعدة العينين دولك ما عملهم مش غسيل المعدة الموضوع ممكن يكون فيتا هي ايه فكرة الجاستر كلافواج وعلى المنسبة المعلومة دي مهمة جدا 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 نتعرف ان الجاستر كلافواج is absolutely absolutely counter indicated في الايه؟ في الكروسيف ليه؟ فكرته أصلا ان انت بتركب الرأي للأنبوبة اللي بتدخلها من النص اللي توصل للأستموة وتبدأ تطلع ايه؟ المواد اللي موجودة المادة الأنبوبة دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل perfuration تمام؟ وعلى فكرة الحتة دي فيها فيها exception وهنتكلم عليك كمان شوية برطة طيب بعد كده من نسبة specific drug and antidote أول سؤال في specific antidote للcorrosives؟ خالص no specific antidote وغير بقى طبعا عندين حاجات زي الأسبيرين والأبيويد والحاجات دي لها specific antidote ولكن هنا مفيش مالك دولك ممكن تديهم أدوية ايه تساعدهم؟ أول حاجة للكورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد مهمة جدا جدا فكرة الكورتيكوستيرويد أصلا حكا أنت قدمت بتقلل الإديمة طب إيه أصلا ها وانا عايز أقلل الإديمة إيه هنا؟ يا مفتري لارينجيا الإديمة ده life saving ان انت تحمي من اللارينجيا الإديمة رقم اثنين لأنتيبايتكس واحد متامة تيشوز حصلها إيروجنز والتاكلة طبيعينا هتدي له أنالجيزيكس بعد كده قلل الأسدز والمواد الإيرتنت على قد ما تقدر بمعنى أنت أسد بقى واتشتو بلوكر وبي بي آي الحاجات دي كلها عشان تقلل إيه؟ الأسد على قد ما تقدر وآخر حاجة الفليويد والإلكتورال عيد ممكن ده يدخل منك منك فايبوفوليمكشوك في أي لحظة فلازم ما يبقى معايا فليويد وإيه؟ والإلكتورال عيد سيرجيكال مانجمينت السيرجيكال مانجمينت طبعا بعد ما أنا خلاص العيان استقار فشوف بقى سيرجيكال سيرجيكال يقيمة إميديات يقيمة إيه؟ يقيمة لونج تيرمي بعد كده إميديات أوبريتف إيه؟ إمت حيات يحتاج إميديات أوبريتف إنترفينشن واحد عنده سيفير نكروزيس وحصل بيرفريشن ده لازم يدخل لعمليات فورا وتشيل المنطقة اللي حصل فيها نكروزيس وتوصل بقى الأجزاء الهيلسي ببعضها طب بالنسبة للونج تيرمي ديليتيشن لا ده واحد دخل في استريكشور واحد دخل في فيبروزيس وحصل استريكشور ده بعمل إيه؟ حاجة اسمها لونج تيرمي بالون ديليتيشن أنا أنا بجيب باللونة وكل فترة كده ده دخل أحاول أعمل ديليتيشن في المنطقة اللي حصل فيها استريكشور أعرف إزاي أنه أتحسن سهلا والاستريكشور دي أعمل له إيه؟ أعمل له تسفاجي فأعرف إزاي أنه أتحسن برافو أنه تسفاجي يبدأ التقل تمام؟ ده بالنسبة للإيه؟ للتريتمين التريتمين طب الراحة أول حاجة خالص قلتلك مبدئين واحد كده باسم الله الرحمن الرحيم ABCD رقم اثنين تخلص العيان من المادة دي سواء المادة دي على السكن سواء المادة في الجائد سواء واخدها بالإنهاليشن تمام؟ طيب بعد كده إيه؟ حاجات سبيسيفك عندنا الكورتيكستوريات الأنالجيزيك الأنتيبياتيك الفيليود والحاجات دي طيب بالنسبة للسيرجيكال يإما إم ميديات يإما حصر فأعمل حاجات اسمها لونك تورم باللون ديليتيشن طيب أنا كده خلصت الجنرال بتاع الكوروسيفس أي أي سؤاليك في الكوروسيفس الجزء اللي في الأول ده مهم جدا بالتفكير وبقرية الجزء ده هغطيه طيب بالنسبة لكده الحاجات الاسبيسيفك بقى لسه إيه الكوروسيف حاجة من الثاني إما ألكالي إما أسد مين اللي هميني الألكالي ولا الأسد والله حسب شرح الدكتورة في المحاضرة الأسد مهم جدا لتركة النقوز الألكالي اللي جايد ده الدكتورة أصلا ما قلتهوش ولكن هنقرأ مع بعض بحيث لو جي إيه في سؤال ولا حال لسه إيه فكل كريستال البليتشيز حاجة من الثاني إما سوديوم اللي هو الكولور إما إيه إما بوتاسيوم كاربونيت اللي هو البوتوص نبدأ بالهايدروكسايد الهايدروكسايد هي مواد صلبة كريستال زي كده فبيقولك إنها لو هو خاد منها شوية مسلا كل كريستال هتلزأ على مين هتلزأ على الميكوز هتهير على الميكوز فمبدئين هي اول معلومة عايزاك تعرفها انها تاني حاجة الكلام ده كله معاد اللي همني فيها هي السكور او الاشكر اللي بتعملها بتعمل ويت الشيلو فيه كمان شوية قابلناك شوية الوان كده مع كل اشكر مع كل واحدة ولكن اصلا الدكتورة مأكدتش عليه فاللوان عنده طاقة يحاول يحفظ الوان كل واحدة كانت ايه اخر معلومة عايزاك تركز فيها هي اللي بتاعت الامونيوم الامونيوم هيدروكسايد الامونيوم هيدروكسايد ليها سبيسيفيك اودر لها ريحة الامونيا انا بنعرف اصلا عينين الليفر فيلير او الرينة فيلير بريحة السبسيفيك امونيا اللي طلع من بقوهم فالتلات معلومات هنا اول حاجة انها بنفول اول حاجة انها سولد رقم اتنين بنفول رقم تلاتة بتعمل الاشكر بتاعتها والاشيالو واخر حاجة ان الامونيوم هيدروكسايد ليها كاركترستك امونيا اودر البليتشز او المبيضات مبدأ ايه أخاف منها ما بيتخافش منها في البيت أوي لأن معظم المبيتات اللي بتقى موجودة في البيت بتبقى بتركيزات منخفضة فلو عملتها تعمل ما يمنعش طبعا أنها أكيد خطيرة ولكن أكيد من إزاي الحاجات اللي بتركيزات عالية كل ما التركيز انخفض كل ما بقى كل ما كل الكلام ده برضو النوع بيعمل إيه ويعمل إرتيشن بقى ويسوفيجية البرنو وكلام ده كله فما فيش هنا جديد الجديد في المعلومة دي نخلي بالنا من حاجة النوع الحاجات دي ممكن تبقى سولد وممكن تبقى ليكويد السولد شايفيني السورة على الشمال دي دي سولد بطاص في سورة إيه في سورة بودرة وعلى فكرة فيه منه في سورة شرايح بيضة كده بمناسبة الشرايح البيضة ديك عشان خاطر إيه بس ما تقولوش لحد يعني وأنا صغيرة كنت بقلب بقى في المطبخ ماما كانت في المدرسة فبقلب ببصي لقيت كيس فيه الشرايح البيضة دي بالمناسبة لو حد عارف حاجة اسمها اللذيدة اللذيدة دي كانت شرايح بيضة كده بيحطوها على على قراص المالبن اللي موجودة في حلاوة المولد أو على الحلاوة كانوا بيستخدمها زمان مش عارفة دلوقتي بقيت موجودة ولا ايه ولكن أنا شفتها الله لذيدة وهو بخط واحدة في بقى بس الحمد لله أنا لحد ما كنت لسه عقلة يعني وحطتها يعني أدقها الأول لما تيجي سيرته البطاس يجيبه سيرته الدكتورة صرر اللي بلعت بطاس ويا صغيرة بس مش مشكلة طيب ده بالنسبة لمين ده بالنسبة للسولد طيب بالنسبة للليكود بقى أخاف منه أو الليكود ده ليه لأن البطاس السيل دوك شبه اللبن شايفين الصورة اللي في النص دي ده حتى ده كده لسه التفاعل شغال هي كمان شوية هتبقى شبه زيزة اللبن اللي موجودة على اليمين دي فللأسف الأطفال بيعتبروها لبن وقصون طبعا لو الأم أصلا حطها في زيزة لبن أو زيزة بيبس أو كده فدي اللي بيعمل ايه بيعمل المشكلة هان تمام ده أنا كده أنا قلصت قلت كلمتين عن الكروسف ألكالي اللي بالمناسبة الدكتورة ايه ما أكدتش عليها قوي في المحاضر الكروسف أسد بقى مهمة جدا أنا عندي منها أم ستة تلاتة إن أورجانيك وتلاتة أورجانيك من المعلم الكبير بقى اللي لها منهم كلهم الكربوليك أسد الكربوليك أسد هيجي منه سؤال واثنين وثلاثة وعشرة في المتحان من قدر ما الدكتورة أكدت عليه في المحاضر فأول حاجة بالنسبة لإن أورجانيك عندي السلفوريك أسد هيدركلوريك أسد وليتريك أسد كل واحدة فيه هنتكلم ايه هنتكلم عن كل واحدة ايه معلومة كده أول حاجة السلفوريك أسد أو مية النار بيقولك إنها حاجة اسمها هيجروسكوبك يعني إنتك عارفين يعني إيه هيجروسكوبك بتشفط المية عارفين يعني إيه بتشفط المية لأن التشو اللي بتيجي عليها بتخليها نشفة زي الفحم عشان كده بيقولك عشان اسمها تشيرينج بتتفحم من قدرها بتبقى إيه بتبقى فحمة ثاني حاجة لهيدركلوريك أسد المعلومة اللي قالك عليه النوع بقلس لس كوروسف إفكتة عن مين عن السلفوريك أسد لإن أصلا جسمنا فيه اتشي سي إيل جسمينا فيه هيدركلوريك أسد موجود في المعدة فالحد ما أنا جسمي متعود اتشي سي إيل معنى كده إنه مش هيعمل افكتة مش هيدرني غلط طبعا أكيد هيدرك إحنا مثلا في الجراحة معش عارفة لي سؤال زي ده جالنا في الجراحة ولكن بيقولك إيه إن الانجشن بتاع الاتشي سي إيل نوع افكت لإن أصلا قريدي جسمينا فيه اتشي سي إيل لأ طبعا غلط لإن الاتشي سي إيل اللي في جسمينا أكيد بتركيز أقل من الاتشي سي إيل اللي انت واخده من بر فاللي في جسمينا بيقولك نات مور زين بوينت سري في المية اللي هو مش يعني ما بيزيدش عن ثلاثة من عشرة في المية تمام أو بالنسبة للنكروسس بتاعت الميكوزة بيعمل حاجة اسمها ديرت تمام طب بالنسبة لنايتريك أسد يهمني فيه النوع فولاطايل يعني إيه فولاطايل يعني النوع بيكون زي بخار فبالتالي بيدخل على سبيارات فبترعب منه أو في البلمونر إيديما تمام والإيديما بتاعت الجلوتس تاني حاجة النيتريك أكسايد إن النيتريك أسد معلشي لما بيتفاعل مع التيشوز بيتكون حاجة اسمها زينسو بروتين وأي حاجة زينسو هتقابلها في الطب معناها صفر فبالتالي لو سألتك التيشوز اللي كنت اجتماعي بقى لونها إيه مروفايب قى لونها يلويش لإنه بيكون حاجة اسمها زينسو إيه زينسو بروتين المعلم الكبير بقى اللي زي ما قلت لك أكيد هيكي لك فيه سؤال وهو من الكربوليك أسد الكربوليك أسد أو الفينول أو الفينيك زي ما احنا عارفين الفينيك دوك على فكرة هو جاي منه بس بالكتير هو من 3-5% في نول معلومة عابرة كده مش مهمة بس ممكن تيجي MCQ ليه كاركتوريستيك أوضر طبعا ريحت الفينيك يعني طبعا الفينيك ما بقاش موجود في البيوت دلوقتي ولكن راهنكم معظمكم فاكر ريحت الفينيك من أيام ما كانت في بيوتنا زمان تمام معلومات عنه بسرعة بيقولك أنه سوريابول في الألكوحول في الجليسرين في الأويل وتاني حاجة أنه الرابط اللي أبزربت من الشائط يومني الليسكين وعشان كده هو وضعه كارثي الميكانيزما في التوكسيستي بتاعته مهمة جدا أنا من ساعة ما بدأت في الكربوليك أسد وأنا بتكلم في أورجانيك أسد ماداما ما لفتش نظار كل حاجة في الأورجانيك أسد برافو إنها لها سيستاميك أكشن فبالتالي هنا هتكلم هابدأ بقى تكلم على لوكل وتكلم على سيستامي اللوكل في كلام جديد كلام بسيط خالص ما بدهجمش بنت بتتكلمي على أسد آه فأنا بتكلم على إيه هو أجيولاتيف نيكروزيس ولكن الجديد بقى إنه هو هاز لوكل أناسيتيك أكشن بمعنى إنه ممكن يبقى ده هقولها كمان شوية هو ده الكربوليك أسد معنى كده إنه بيعملش خالص لا هو في الأول اللي بتاخده بيعمل سيفير بيرنينج بين ولكن تدريجين بتبصت لقلبين بدأ يختفي فأنت تفتكر إن اللوات بيتحسن ولكن ده بيحصل كارسة جوه ده تيشوزيستيل عمال يحصل في نيكروزيس بيحصل في كينجيرين الموضوع بيبقى أسوأ فحكت بقى الإكسبشن السيستيميك أكشن يحب أول مخ القلب الكالية الدم مخ قلب كاليا دم يروح للمخ يعمل سي إن السيستيميليشن بعد كده فولود بي ديبريشن سي إن السيستيميليشن تترجمها أنت بإيه بروفو كومفالجن سي إن السيستيميليشن تترجمها أنت بروفو كومة ندخل على القلب يعمل مايوكارديا ديبريشن نتيجة النوبي ليه ديريك توكسك إفكت على القلب فبيعمل ديجريز مختلفة من المين من الدس أريزميز طيب يحب أول كاليا يدخل يعمل لها نيكروزيس يعمل أكيوت يوبيلار نيكروزيس فيه أنواع معينة بقى من الفينوليك كومباونز زي مين حاجة اسمها دينيتروفينول وهيدروكوينون مش مهم ولكن فيه أنواع معينة تحب أول دم تدخل على الأربيسيس تعمل هوموليسيس وتعمل حاجة اسمها مت هموغلوبينيميا مت هموغلوبينيميا تيجي في الامسي كيو من الحاجات من الحاجات من الفولوينج دي ممكن يعمل هم مت هموغلوبينيميا مرافو الكربوليك أسد وهناعرف كمان شوية أن الأسيتيك أسد كمان ممكن يعمل مت هموغلوبينيميا قال لك إن إيكا بكتشار ولا هقول ولا كلمة جديدة ليه؟ لإن إحنا أصلا لسه نيعتبر لسه قلم أول حاجة اللوكال يحصل إيه؟ هيفضل مستمر؟ لا هيقل تدريجيا بسبب إنه ليه؟ رقم اتنين الإشكرز بتاعته لونها إيه؟ لونها براون فقول له لا يا لو كنت اجتمع تعمل براون ولكن لو كنت اجتمع الميوكاس من برين زي اللي موجودة في القرى الكافيتي الفارينيكس القصوفياس كل ده يعمل إيه؟ يعمل وايت أو يعمل حاجة اسمها بلانشينج بلانشينج يعني بيوت فبالتالي هو بيعمل إيشكر لونها براون لو جانع الراوند الماوس أو اللسكن ويعمل بلانشينج أو وايت لو جاء على الأورال الكافيتي أو الفارينيكس لإن الدم يوكاس من برين وطبعا ما ننساش الكاراكترستيك أروماتيك اسمي لوف الفينول ريحت اللي يلقي الفينول معروفة بعد كده الحاجات الجاة ولا أي حاجة لو جاء على العين هيعمل لا إراتيشن وبيقولك لو جاء على اللسكن يعمل إيه؟ شايفين الحتة دي؟ لما بيجي هالسكن بيعمل بعد شانت لسه إيلاني من شوية لو جاء على اللسكن يعمل براون ما هو ده بيمشي بالتدريج يعمل بعد كده يبقى لونها أحمر بعد كده يبقى لونها براون زي ما قولنا ندخل على السيستامك بقى يجي على السييني اس قولي أنت هيعمل إيه؟ يعمل سييني اس سيستاميليشن فتتترجم في صورة وبعد كده يعمل سييني اس تمام؟ طيب ندخل بعد كده على الكاليا بيعمل رينا الفيلير تمام؟ من الحاجات برضو الدكتورة قالتها في المحاضرة إيه الميكانيزم بتاع رينا الفيلير؟ مش هو اللي استعامل معنى كده أنه بيعمل مصيل ديستركشن فبيعمل حاجة اسمها مايوغلوبين بيتكون من المصيل ديستركشن مايوغلوبين الميوغلوبين ده من الحاجات اللي بتنزل في الكيدني يعمل حاجة اسمها مايوغلوبينوريا بتعمل للأسف رينا الفيلير تمام؟ طيب بيجي على البلد يعمل حاجة اسمها ميوغلوبينيميا نيجي بقى في أو نرجع بقى الرقم سابع عشان ما نباش عدينا حاجة إنها مش هو كربوليك أسد ده عبرها عن أسد فيعمل إيه؟ ميتابوليك أسيدوزيز نيجي بقى على الرابط صندروم من الحاجات اللي الدكتورة أكدت عليها الرابط صندروم معناها إيه؟ مش هو السيستميك أفكت بتاعه إنه كامل ممكن يقصر حاجة اسمها الاكسترابراميدال سيستر الاكسترابراميدال إفكت بتاعه إنه عارفين حاجة اسمها الشلل الرعش بيبقى عنده مشكلة في الاكسترابراميدال فالمهم إنه الشلل فيه رعشة كده الرعشة بتبقى موجودة فين؟ سيركم أورل أو بيري أورل بتبقى حوالين الماوس فالعضلات اللي حوالين الماوس دي عمالي تعمل يحصل فيها رعشة كده. شبه القرنب هي بتاكل. بقهم بيبقى المسلز اللي حوالين الموت كده بيحصل فيها رعشة. فسميتها حاجة ما رابط ايه? رابط صندروم. اخر حاجة انه ممكن نتيجة مع الرزبارات الريس طبعا يدخل في ايه? في ديس. كوزو في ديس. الشريحة دي مش موجودة في الداتا. ولكن الدكتورة قالتها كده لفظا في المحاضر. قلت لك العيان ممكن يموت بعد 4 ساعات. وممكن يموت بعد 4 سيام. يموت بعد 4 سياء ساعات من ايه؟ من الرزبارات الريفيلير. هو ايه اصلا اللي ممكن يدخله في الرزبارات الريفيلير؟ براوفوم. الكونبالجنز بتعمل اا ممكن يحصل في الرزبارات الريفيلير. ممكن يموت بعد 4 سيام نتيجة اردين الفيلير. لسه إلنا. تمام? التريتمينت. هنمشي على سكيماتنا. اول حاجة اي بي سي دي خلصونا. رقم اتنين. دي كونتامينيشن. دي كونتاميناشن نفس الحاجات. لو على اللزكينة وعلى الاي بكمية كبيرة من المية او من الصلاين. رقم اتنين لو موجود في مكان. شيل بسرعة شيله من المكان ده. ولو هدومه عليها المادة دي عشان بيحصل الابزور بشام من السكين لسه إله من شوية. كمان شوية. من شوية للكربوليك أسد. الابزور بشام بتاعه سواء من الجائط يواء من السكين عالي جدا. فلو هدومه ممكن حضرتك عملت على الجو وسيب عليه الهدوم اللي مليان الكربوليك أسد. فعمال يحصل لها ابزور بشان وانت مستغرب العين ما بتحسنش ليه. فقلعوا الهدوم بسرعة اللي عليها الكربوليك أسد وآخر حاجة الجاستر كلافواج سواني بقى انت اتعوكي جاستر كلافواج انت لسه قيلة. ابسولويت لي كونتر انتكيت. لأ ما انا قلت ساعتها قلتلك فيه اكسبشن. هي هنا الاكسبشن بقى الاكسبشن في مين? في الارجانيك أسد اللي منها الكربوليك أسد الجاستر كلافواج هنا انتكيت ليه او ممكن عامله هنا الارجانيك أسد ليها سيستيميك افكت بيحصل لها طول ما هي موجودة في الجائدة عمال يحصل لها ابزوربشن. فان هنا مرعوب من السيستيميك انفستيشن فعند الجاستر كلافواج هنا انقاذ للعيان. بالاضافة اصلا لا بتكلم في أسد فبتكلم في أكوة جيلاتيب نيكروزيس فريسك البرفريشن من زي الالكالي فما خافش او هنا من البرفريشن زي ما بخاف ان انا عامل جاستر كلافواج في واحد واخد ايه? واحد واخد مثلا اي حاجة من الالكالي فالمهم ان انا عامل جاستر كلافواج نقطة الام سيكو هنا في ايه? هتعمل جاستر كلافواج بايه? بالأوليف اويل بزيت الزيتون. ايش معنى? اسده بيدو بالفينول وبيمنع الابزوربشن بتاعه. تمام? نخلي بالنا عشان كمان شوية مش نسبب طبعا الاليف اويل لان كمان شوية في حاجات تانية هستخدم في الجاستر كلافواج حاجات تانية تمام? تالت حاجة معنا اللي هي الايه? اللي هي زي ما اخدتو في الجنرال. ايه انا ممكن القاء له? برافو. لو دخل في رينا الفيلير ساعتنا ممكن احتاج الايه? الانهانس الامنيشن. سيمتماتيك تريتمنت اكوردنج للعيان حالة وصلت ليه? لو عندكم علاجها سيجرز علاجها هيبوتينش هنعالجه اكوردنج للايه? الاسيمتومز بتاع الحالة. ورقم تلاتة معانا ان انت اتمنج منت اف اسوفوجيتس ان لونج تيرم فولو افور اسوفوجيا برضو. ان انت اتعالج الاوسوفوجيتس وتخلي بالك لو حصل هتتابعها بعد كده باللونج تيرم بالونج ايه? ديليتيشن. رقم اتنين مهمة بقى الدكتورة قالت في لفظا في المحاضرة اه السم ايه السم اللي يتعالج بسم? وقالت لو دخلتولي في الشافة وكنت سألتوكم السؤال ده سم يتعالج بالسم هو الميت هموغلبينيميا بعالجها بحاجة اسمها ميسايلين بلومي. ميسايلين دي بلومي دي اصلا مادة توكسيك ولكنها ارحم كتير من الكربوليك أسل فبالتالي الميت هموغلبينيميا ما بتتعالج بحاجة اسمها ميسايلين بلومي فمن السم اللي بعالجه بسم? السم اللي هو الكربوليك أكسد وبعالجه بمين بالميسايلين بلومي طيب نبص بصة سريعة بعد تيريتمينت اول حاجة قلت ABCD بعد كده اتفاقنا بتديكن تمنيشن الكلمة الجديدة فيه ان انا بعمل جاستر كلافواج بالأوليبو ايل اللي هنصد اللي منيشن مالوش اي دور الا لو دخل في رين الفيلير واخر حاجة السمتوماتيك تيريتمينت الكلمة المهمة سم بعالجه بسم اللي هو بعالج الميت هموغلبينيميا بحاجة اسمها المسايلين بلو البوست بارتان فايندينج واحد مات نتيجة الكروسي او نتيجة الكربوليك أسد ايه الفايندينج اللي هلاقيه عليه بعد ما مات اول حاجة طبعا انت هتلاقي بتاعدي سواء انترنال او اكسيترنال للاساس في اي حالة موت طيب بالنسبة لحاجات الجديدة بقى اللي تعرفني ان انا في حالة كربوليك أسد البرون إيشكرز اللي ناسا اي لها من شوية حيواني الماوس او اللي هو البياض او اللي كانت موجودة طبعا طبعا ميوكس من برين والفارنكس والاستومك والكلام ده رقم تلاتة ان انا لو بصيت دخلت بصيت على الاستومك هتلاقيهم سيكنت ليه براوفا بتتكلم في بتكلم في ايه فهتلاقي ان حصل الروجة بتاعة الاستومك حصل فيها وطبعا موجود تمام طب اللي المميز تاني هتلاقي في بقق رحة واخر حاجة طبعا ما انه بتكلم فيه بيأثر على الكالية فممكن لو انت تشريحيا بصيت على الكالية ممكن تلاقي هيموراجك جولميريون فريتس فمن نسبة لحاجات اللي تتركز فيها هي اللي ايشكرز بتاعتها لونها ايه الفينول اودر تمام الاستومك والاستومك فيهم اتروفي والا هيبرتروفايد طبعا بتبقى هيبرتروفايد تمام طبعا انا خلصت كده في الورجانيك اسد الحاجات اللي هو مين الكربوليك اسد مهمة جدا كلمة تنبقى بسرعة عن الوجزاليك اسد وعن الاسيتيك اسد الوجزاليك اسد ما اني بتكلم في اورجانيك اسد فاكيد بتكلم في حاجة لوكل وحاجة ايه وحاجة ريموت او سيستامك الحاجات اللوكل بتعمل سيفير جاسترو انتريتس بالنسبة للريموت أكشن كلمة السر في الريموت أكشن أو في العلاقه لكالسيم الأجزاليك أسد بيع حاجات�ه أسمه كالسيم يمت راح ما يلاقي الكالسيم يروح يمسك معه عشان يعمل حاجاته أسمه كالسيم أجزاليط فأول حاجة بيقولك لو نخدت بالuyor يعني أقل من القرعة القاتلة لأنها نعرف كمان شوية الفيتام الدروز أقل من القرعة القاتلة أقل من القرعة القاتلة لسه إلي من شوية أو الصابليسالتوز الأجزاليت هتمسك في مين في الكالسيم تعمل حاجة اسمها كالسيم أجزاليت بالمناسبة هتمسك في أنه نوع كالسيم بالضبط الأيونيز دي كالسيم فالمهم ما تمسك في الأيونيز دي كالسيم تعمل كالسيم أجزاليت فالعين يدخل في حاجة اسمها هيبوكالسيميا بالأعراض بتاعتها بقى طبعا مين اللي محتاج كالسيم قلب محتاج كالسيم سي إنس محتاج كالسيم كل العضلات في كسمك محتاج كالسيم فأكيد بأتكلم في مصر التويتشيز بأتكلم في كرامبس بأتكلم في كونفالجر عشان السي إسلت وبأتكلم في أريزمي عشان خاطر القلب تمام وطبعا الكلسام أجزالية الكون ده هيروح يترصب في مين يترصب بقى في البلاد بيزلز في الكيدنس في الليفر في الهورت وفي الانجل ويركز في حتة الكيدني عشان هتكلم عليها لوحدها كمان شوية طب ولو الفيتال توز أنا بأتكلم في دي كالسيفيكيشن مش هيبو خلاص أنا خلصت على الكلسام اللي موجودة في جسمه كله طبعا هيحصل له بسعب السي إس دي بريشان أند مين أند المايكورديا الفيلير تمام الكلسام أجزالية كريستان هتروح تترصب في الكيدن هتعمل أكيوت رينال فيلير تعمل أولوجوريا وبعدين أنوريا والعيان يموت بالرينال فيلير في خلال عشر إيه عشرتية التريتمنت كلمة السر كالسيام العيان ده لازم ياخد كالسيام سواء أورال حاجة اسمها كالسيام لكتايت أو اللاي موتر اللي هو ماء الجير لأنه مليان كالسيام اللي حاجة اسمها كالسيام هيدروكسايد تمام أو ملك لأن الملك برضو مليان كالسيام لعشان يمجي في الجائتي يكون كالسيام أجزالية فيمنع الأبزوربشن سواء أنت بتقولي كالسيام أجزالية ما أنت بتقولي لي هو كيحصل فيبو كالسيم يا لأ أنا بأكلمك في كالسام أجزالية تكون في الجائسية مش كالسام أجزالية تكون في أخط الكالسام من البلد هنا دخل في هايبوكالسيمية إنما هنا بحميه أصلاً من نوع الأجزالية تدخل البلد وتعمل له هايبوكالسيمية هنا ممكن نعمل جاستر كلافاش أو بحاجة أكيد فيها كالسام اللي هو اللايموتر أو الكالسام هيدروكسايد ثالث كلمة ودي حاجة أكدت على الدكتورة الكالسام جلوكانيت اللي هو الكالسام بيتخذ IV وده طبعاً عشان نحميه من مين من الهايبوكالسيم العين ده ممكن يحتاج هيمودياليزيز طبعاً لو دخل في إيه كلمة الكسر في علاج الأجزاليك أسيد توكسيسي كالسام سواء خدوا أورال زي الكالسام اللاكتيت أو الكالسام أو اللايموتر سواء خدوا IV زي زي الكالسام جلوكانيت أو سواء إننا عملت له جاستر كلافاش برضو بكالسام الهايدروكسايد أو اللايم أو اللايموتر تمام بعد كده لو بسطها على عينة من واحد ميت نتيجة أجزاليت توكسيستي نفس الكلام اللي قلنا ولكن الجديد إن أنا عندي حاجة يسمى كالسام أجزاليت راحة تترسبت في الكالية لما راحة كالسام أجزاليت كريستل تترسبت في الكالية عملت حاجة يسمى نفريتس وعملت حاجة يسمى مرمل شايفين الصورة دي المنظر ده عارفين الفل اللي إنت لما فيه فيل كده وتقعد وإحنا صغيرين كنا نقعد نفريله كده هو ده اسمه فجريتي سينسيشن كل حاجة ممكن تجي مستيكيو تحصل مع مين مع الكالسام أجزاليت كريستلز لما تترسب في مين في الكالية آخر حاجة معنا هانت خلاص الأساتيك أسد الأساتيك أسد هو حمض الخليك أول حاجة لازم تعرف إنه هو الفينيجوري اللي هو الخل هو جزء منه ولكن 2% بس تركيز 2% فأكيد مش بخطورة الأساتيك أسد بالتركيزات العالية نركز على كام كلمة أنا معلم عليها أول حاجة إنه يحب البلاط فيعمل حاجة اسمها همجلبينورية رقم اتنين مش محتاجة أقول إنه ليه كاركتريستيك أودر لوح تلخل ده إحنا ما بنطقهاش مجرد ما نفتح الإزازة رقم تلاتة بيأثر تأثير قوي على الرسبيراتوريس كومبليكيشن عشان كده كمان شوية في التريسمينت هقولك إنه أنا بعمل حاجة اسمها تركيوستومي بسبب الرسبيراتوريس كومبليكيشن زي إنه طبعا المستسيفير فيها أو الحاجة اللي بتريف فيها هي اللارينجيا الإيديمة فيعمله تركيوستومي عشان لو خطر في إيه دخل في اللارينجيا الإيديمة أنا عارفة إنه محاضرة طويلة ولكن طول ما إحنا باشيين كنا بنأكد مع بعض الحاجات اللي الدكتورة أكدت عليها بمعنى أصح الحاجات اللي ممكن تيجي فيها أسئلة تمام الميكانيزمو في التوكسيستي الميكانيزمو في الدس الكربوليك أسد الحاجات دولك ما ينفعش والكلاسفيكيشن طبعا حاجات طبعا مجرد لو أنت خلاص للوقت أسف بيكم مش لاحق الحاجات دي لازم على أقل إيه تقرأ كل سنة وأنت طيبين